بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثاني الأساسي ألف من مدرسة أكاديمية أطفال الرمثة النموذجية أهلا وسهلا بكم في قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم الضمائر الضمائر عنوان الدرس هو الضمائر ولا بد من تعريف الضمير لكي نستطيع الدخول إلى الدرس تعريف الضمير هو اسم جامد مبني وضع ليدل على متكلم أو غائب أو مخاطب إذن معنى الضمير هو اسم جامد مبني وضع ليدل على متكلم أو غائب أو مخاطب طبعا الضمير هو لفظة تحل محل الاسم يعني نفس الاسم بضع بدلها ضمير إذن هذا معنى اسم جامد مبني وضع ليدل على اسم متكلم أو اسم لغائب أو اسم لمخاطب أنواع الضمائر في اللغة العربية ثلاث أنواع أولا طبعا نتحدث عن ضمائر الرفع المنفصلة هنا في هذا الدرس فقط أول نوع من أنواع الضمائر هو ضمير المخاطب ضمير المخاطب أخذنا هذا الدرس فيما سبق فصلناه ووضعنا عليه بعض الأنشطة ولكن للاستذكار فقط ضمائر المخاطب هي أنت أنت أنتما أنتم أنتنا أنت تستخدم للمفرد المذكر أنت تستخدم للمفرد المؤنف أنتما تستخدم للمثنى المذكر والمؤنف لكلاهما أنتم تستخدم للجمع المذكر أنتنا تستخدم لجمع المؤنف طبعا درس ضمير المخاطب تم بحمد الله وتم عليه بعض الأنشطة بالتفصيل لكن درسنا اليوم هو عن ضمير الغائب درس الجديد هو ضمير الغائب يعني نريد أن نتكلم عن شخص غائب نستبدل مكانه ضمير ضمائر الغائب هي هو هي هما هم هن هو هي هما هم هن هو تستخدم هو للمفرد المذكر هو تستخدم للمفرد المذكر هي تستخدم للمفرد المؤنف هي تستخدم للمفرد المؤنف هما تستخدم للطرفين المذكر والمؤنف هما تستخدم للمثنى يعني ما دل على اثنين المثنى هو ما دل على اثنين تستخدم للمثنى المذكر وتستخدم للمثنى المؤنث هم تستخدم للجمع هم تستخدم للجمع للجمع المذكر هم للجمع المذكر هن للجمع المؤنث ثن تستخدم للجمع المؤنث هذه هي ضمائر الغائب هو هي هما هم هن تعالوا بنا أعزائي الطلبة لنقوم ببعض التدريبات والأنشطة على ضمير الغائب طبعا ضمير الغائب ممكن أني أستخدم له الانشطة والتدريبات بطريقتين إما أني أختار ضمير المناسب للكلمة أو أني أغير شكل الكلمة حسب الضمير المعطة نروح على التدريب الأول التدريب الأول وضعنا هو هي هما هم هن هو للمفرد المذكر هي للمفرد المؤنث هما للمثنى المذكر والمؤنث تستخدم للمذكر وللمؤنث المثنى هم تستخدم للجمع المذكر هن نستخدمها للجمع المؤنث هن هم محاطين لنا صفات مختلفة بنا نختار الضمير المناسب على الكلمة الكلمة الأولى نشيطان 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 اسم مثنى نشيطان اسم مثنى وما دل على أنه مثنى وجود الألف والنون في آخر الكلمة إذن نرجع للصندوق أين الضمير الذي يدل على المثنى نقول هما نقول هما طبعا هما زي ما ذكرنا يا ثاني أنها تستخدم للمثنى المذكر والمؤنث هون عندي نشيطان للمذكر إذن أضع هما وأقول هما نشيطان هما نشيطان ننتقل للكلمة الثانية نشيطتان 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 إذن نشيطتان مثنى نشيطتان مثنى ولكن نشيطتان للمذكرة أم مؤنثة نقول أنها مؤنثة ووجود التاء هو الذي بيّن لنا أنها مؤنثة أختار نفس الضمير إذن زي ما ذكرنا ثاني هما تستخدم للمذكر للمؤنث نفسه للمذكر المثنى وللمؤنث المثنى أنتقل إلى الكلمة الثالثة نشيطة نشيطة إسم مفرد مؤنث إسم مفرد مؤنث وما دل على أنه مؤنث وجود التاء المربوطة في آخر الكلمة أذهب إلى الضمائر وأختار الضمير المناسب وأضعه في الفراغ ما هو الضمير المناسب لكلمة نشيطة الضمير المناسب هي أقول هي نشيطة هي نشيطة ننتقل إلى الكلمة الرابعة نشيط اسم مفرد نشيط اسم مفرد وطبعا كلها الصفات هي ثاني إذن نشيطان نشيطتان نشيط نشيطون نشيطات هي صفات إذن صفته أنه نشيط صفته أنه نشيط ماذا أختار لكلمة نشيط ما الضمير المناسب لكلمة نشيط كونها مفرد مذكر أختار هو أقول هو نشيط هو نشيط إذن صفته أنه نشيط نشيطون جمع مذكر سالم يثاني أخذناها فيما سبق جمع مذكر سالم وما دل على أنها جمع مذكر سالم وجود الواو والنون في آخر الكلمة إذن ما الضمير الذي يدل على الجمع المذكر أختارهم وأضعه في الفراغ هم جمع أستخدمها للجمع المذكر وكلمة نشيطات نشيطات جمع مؤنث سالم وما دل على أنها جمع مؤنث سالم وجود الألف والتاء في آخر الكلمة إذن ما الضمير المناسب لكلمة نشيطات أختار هن أقول هن نشيطات هن نشيطات انتبه يا ثاني أنهما ضمير هما ضمير استبدلت الضمير بدل الاسم إذن هو ممكن أن يكون فيه اسم ولكن أنا استبدلت الضمير مكان الاسم وقلتهما إذن الضمير يستبدل بدل الاسم الضمير يستبدل بدل الاسم وغالباً ما يكون هناك صفات بعد الضمير النوع الثاني من التدريبات والأنشطة على الضمائر هي أن أنا أكتب صفة أكتب صفة وأضع الضمائر طبعاً إحنا هن يجب تغيير شكل الصفة حسب شكل الضمير تغيير شكل الصفة حسب نوع الضمير إذن هن عندي كلمة مجتهد 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 اسم مفرد مجتهد اسم مفرد إذن بقول هو مجتهد هن ما بتتغيير هو مجتهد هو مجتهد هو مجتهد هو ضمير يستخدم للضمير الغائب يستخدم للمفرد المذكر طبعاً مجتهد أيضاً كلمة مفردة للمذكر طيب هي بصير أقول هي مجتهد طبعاً ما بصير أقول هي مجتهد لازم أخلي كلمة مجتهد اسم مؤنث هون طبعا اللي هي بغير كلمة مجتهد المذكرة إلى تأنيث الأسماء اللي أخذنا فيما سبق كيف نؤنث الأسماء؟ نؤنث الأسماء بوضع التاء المربوطة إما المتصلة وإما المنفصلة إذن بقول هي مجتهدة أضيف التاء المربوطة مجتهدة هي مجتهدة ضفنا التاء المربوطة المنفصلة طبعا لأنه سبق حرف الدال أضيف التاء المربوطة المنفصلة هون عند الضمير هما للمثنى المذكر والمؤنث هما للمثنى المذكر والمؤنث إذن هون بدي أغير كلمة المجتهد المفردة وأعملها اسم مثنى شلون بدي أعمل مجتهد اسم مثنى بإضافة ألف ونون في آخر الكلمة تصبح اسم مثنى إذن بقول هما مجتهدان هما مجتهدان إذن حول الاسم المفرد إلى اسم مثنى عن طريق زيادة ألف ونون في آخر الكلمة طيب لو بدي أستخدم هما للمؤنث بقول هما مجتهدتان هما مجتهدتان إذن التأنيف دائما بده تائية ثاني هما مجتهدتان انتبه لهما هما أستخدمها مرة للمذكر وهما أستخدمها مرة للمؤنث إذا استخدمت للمذكر المثنى أقول هما مجتهدان وإذا استخدمت للمثنى المؤنث أقول هما مجتهدتان ننتقل إلى الضمير هم هم ضمير الغائب للجمع المذكر هم ضمير الغائب للجمع المذكر وأخذنا فيما سرق كيف أستطيع تحويل الاسم المفرد إلى اسم جمع مجتهدن اسم مفرد كيف أستطيع أن أحولها إلى اسم جمع أضيف الواو والنون في آخر الكلمة أقول هم مجتهدون هم مجتهدون إذن أضفنا الواو والنون وأصبحت جمع هم مجتهدون أضفنا الواو والنون وأصبحت اسم جمع هنه هنه إذن هنه بدي أضيف كلمة جمع لهنه إذن لازم أن يكون مفرد مفرد مثنى مثنى جمع جمع وهكذا إذن كلمة مجتهد كيف أحولها إلى اسم جمع مؤنث اللي هي بإضافة الألف والتاء في آخر الكلمة أقول هنه مجتهدات هنه مجتهدات إذن هذا يسمى جمع مؤنث سالم وينتهي جمع المؤنث السالم بالألف والتاء لاحظ يا ثاني ملاحظة أنه يجب التطابق بين الضمير وبين الصفة يجب التطابق بين الضمير وبين الصفة مفرد 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 مثنى 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 جمع 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 إذن يجب يجب يا ثاني انتبه بالنسبة للضمائر يجب التطابق بين الضمير وبين الصفة أو الاسم الذي يليه يجب التطابق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر